اشتركوا في القناة اتباعات الخطوات كلها بحدفرها حتى ينجع محكم الحل قبل البد في الشرح لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنا نبدأ الشرح على بركة الله اولا كما ترون هذا هو الواتساب الخاص بي عندما اريد سماع هذه الرسالة الصوتية سوف تنطفئ شاشة الهاتف كما ترون سوف اضغط على الزر بدء الاستماع كما ترون فور الاستماع الى الرسالة تقوم الشاشة بالانتفاع ويظهر تظهر الشاشة السوداء لحل هذا المشكل اولا في تطبيق المكالمات في الخاص بنا فالعمر سهل فقط نضغط ضغط طاولة على تطبيق المكالمات ثم نضغط على معلومات التطبيق ثم سوف تأتي نهاتي الواجهة نضغط على مسح البيانات لا تقلق لن يحدف اي شيء لن يحدف جهات الاتصال وما اذلك تضغط على مسح جميع البيانات وتضغط على موافع بعد ذلك تقوم بإلغاء تثبيت التحديثات من هنا التي هنا في جهات الاتصال وليس في الواتساب تقوم بإلغاء تثبيت التحديثات لن يحدف اي شيء كما سبق وذكر تم إلغاء تثبيت التحديث كما ترون لكن تطبيق المكالمات لا زال هنا كما ترون هذه الخطوة الأولى من تطبيق المكالمات الخطوة الثانية فهي من تطبيق الواتساب نضغط ضغط طاولة على تطبيق الواتساب ثم نضغط على معلومات التطبيق سوف تنبثق لنا هذه الواجهة إن ضغط ضغط طاولة على معلومات التطبيق على ايقونة الواتساب ولم تظهر لك معلومات التطبيق تذهب إلى الإعدادات وتدخل إلى الواتساب من هناك تذهب إلى الإعدادات ثم تبحث عن التطبيقات كلمة التطبيقات تضغط على التطبيقات كما سبق وذكر ثم تضغط على إدارة التطبيقات ثم تبحث عن تطبيق الواتساب لديك من هنا هذا هو تطبيق الواتساب نضغط عليه ثم نضغط على التخزين ونقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت ثم نضغط على مسح البيانات ونضغط على مسح الذاكرة المؤقتة لا تضغط على مسح جميع البيانات التي في الاول هنا لان ان ضغط على مسح جميع البيانات سوف تقوم بتشجيل الخروج من حساب الواتساب الخاص بك وسوف يطلب لك الكود مرة اخرى عند محاولة الدخول الى الواتساب الخاص بك لذلك اضغط على مسح الذاكرة المؤقتة ولن يحدف الواتساب ولن يحدف اي شيء كما ترون موافق الآن هناك خطوة مهمة للغاية وهي بعد القيام بهتين الخطوتين عليك أن تقوم بالضغط على زر الباور ضغطة طويلة وتقوم بإعادة تشغيل الهاتف الخاص بكفاته النقطة فهي مهمة للغاية الآن ندخل إلى الواتساب لنجرب إن كان المشكل قليل حل كما ترون أقوم بتشغيل الرسالة الصوتية والشاشة الهاتف لا تنطفئ لكن إن لم تنجح معكم هذه الحلول فهناك حل أخير عليك أن تقوم بعمل بإزالة سكرين الحماية التي في هاتفك سوف أقوم بإظهار لكم صورة الآن حتى تفهمون على أي شيء أتكلم تقومون بإزالة هذا السكرين فهنا في هذه المنطقة الفوق فهناك المنطقة الحساسة للهاتف إن اقتربت منها يقوم شاشة الهاتف بإطفاء الشاشة هذا حل أخير وهناك أيضا بإمكانكم تحميل التطبيق لكن هذه العملية لا تنجح على جميع الهواتف تذهب إلى متجر جوجل باي وتقوم بتحميل هذا التطبيق لكن هكما سبق وذكرت هذا التطبيق لا تتجح الطريقة على جميع الهواتف لكن جرب أنت لن تخصير أي شيء تقوم بتحميل هذا التطبيق ثم تقوم بفتحه سوف يظهر لك هكذا ثم تضغط على هنا سوف تنبثق لكم هذه الواجهة تضغط هنا على علامة الزائد هنا كما ترون هاته هي سكرين التي قلت لكم عليكم بإزالتها فهي سوف تكون بنسبة كبيرة هي المشكلة إن لم ينجح معكم الحل في الخطوات السابقة تضغط على حسنا هنا يعطيك الخطوات هذه الخطوة الأولى تقوم بعمل ما يقوم بشرحه لك في الصورة تضغط على إصبعك في تلك المنطقة في هاتفك ثم كما ترون عندما أقوم بالعملية هذه السنسور ستاتي تتحول إلى الأخضر كما ترون هنا هذه العلمة هذا يعني أنك تقوم بها بالطريق بالطريقة الصحيحة تقوم بها بضعة مرات ثم تضغط على الـ الآن الخطوة الثانية تقوم بنفس ما يقوم به الآن في الشاشة كما يظهر لك عندما تقوم بالطريقة تأكد بأن هذه البولة أو هذا الضوء يتحول إلى الضوء الأخضر عند إبعاد يدي يتحول إلى الضوء الأحمر كما ترون تقوم بها بضعة مرات ثم تضغط على علامة بعد ذلك تقوم بهذه الخطوة بضعة مرات كما ترون عندما تقوم بهذه الخطوة سوف يتحول الضوء هنا إلى الأخضر كما سبق وذكرت تقوم بها بضعة مرات ثم تضغط على ثم تضغط على علامة الصح التي هنا هذه الخطوة الأخيرة ثم تضغط على الآن تمت العملية بنجاح هذا التطبيق ليست لنا حاجة به بعد الآن تقوم بفتحه تقوم بحذفه عفوا ثم تقوم بإعادة تشغيل الهاتف الخاص بك تدخل إلى الواتساب وإن شاء الله سوف تجد أن المشكل قد انحل لأي استفسار اصلكوا في التعليقات أتمنى أنكم قد أفدتكم في هذا الفيديو وإلى لقاء في فيديو قادم وشرح جديد إن شاء الله